احنا بنتكلم عن طبعة جديدة ده معناها ان كان فيه طبعة اولى كان فيه اكتر من طبعة اكتر من طبعة حالتك قلتين يمكن 2009 كانت وراء الفردوس صدرت لأول مرة 2009 اول مرة او اوكي صدر منها قبل كده 7 طبعات وديه الطبعة الجديدة عن دار الشروق جميل جميل الف مبروك طبعا مقدما على النجاح اللي بتحققوا الطبعات كلها على كل المستوات وتعايي نتكلم شوية عن من وراء الفردوس احنا عندنا بطلة الحكاية او بطلة الرواية سلمة مظبوط سلمة رشيد سلمة رشيد سلمة رشيد اللي هي المفروض ان هي خرجت من العباءة بتاعت عائلتها او من الحالة اللي كانت عايشة فيها مع عائلتها ومع اهلها كلميني شوية عن الرواية ونحاول نعرف المشاهد ايه حكاية الرواية يعني الرواية انا بدأت اكتبتها 2004 وانتهت منها في 2009 وصدرت 2009 هي بتحاول يعني بتلتقط او بتدور حوالين التطورات اللي كانت في المجتمع المصري خاصة في الريف في التمانينات وبعدين التسعينات لحد الوقت بداية يعني عن حد وقت صدور الرواية وهي بالاساس عن قرية صغيرة جدا في دلتانيل في طور التحول من المجتمع الزراعي الى مجتمع صناعي عشوائي من خلال تجريف الطربة وتجريف الارض الزراعية لكن بالاساس هي بتتناول حياة مجموعة من النساء يعني مش بس سلمة راشيد وجميلة صديقتها ولكن اجيال الامهات والجدة وازاي دور المرأة بمكن يبقى اساسي في مجتمع عريفي خاصة في مصر واختلاف يعني ازاي التعليم بيفرق يعني في فكرة الجيل طبيعة البيئة اللي كل شخصية بتعيش فيها درجة التعليم اللي هي بتوصل لها فازاي كل ده بيفرق في مصائر النساء وفي شخصياتهم وفي تفاعلهم مع العالم حواليهم وازاي دور العيلة وحضرتك يمكن قشارت يلداء ازاي دور العيلة ممكن يكون محور اساسي صحيح بتكوين الشخصية وفي اي حاجة ممكن تحصل بعد كده في المستقبل للبنت صحيح كلميني شوية عن الدور ده وازاي حضرتك اظهرت في الرواية هي الرواية اساسا عن فكرة ايضا عن فكرة العائلة ازاي العيلة بتبقى العيلة ودورها وتأثيرها اه على الشخصيات يمكن سلمة في الرواية هي بتخرج من العائلة وبتعيش حياة مستقلة لكن في الرواية الرواية بتبدأ انها بتقرر العودة لبيت ابيها وبيت العائلة لانها بتحاول تتصالح مع الماضي ومع المشكلات والاسرار اللي كانت موجودة في الماضي ويمكن الرواية بتبدأ بمشهد حرق صندوق في الاوراق القديمة الخاصة بابوها فكأنها بتحاول تتخلص من هذا الماضي لكن طبعا من خلال الرواية بنكتشف ان التخلص من الماضي شيء مستحيل احنا ابناء الماضي ده ولازم نعرف نتفاهم معاه نعرف نتجاوزه نعرف نتسامح مع الاخطاء اللي حصلت فيه والاهم من كل ده ازاي نقدر نفهمها يعني نقدر نفهم تأثير العائلة المشكلات اللي ممكن تبقى فيها اسوة الشخصيات مثلا القرية القريبة مننا ممكن تشكل مصائرنا ممكن تخلينا بنطلع ازاي ازاي المعتقدات العائلة دي ازاي تأثيرهم علينا ممكن يكون سلبي او ايجابي بنعرفه لما بنجبر من خلال شخصيات واحداث معينة في الرواية طبعا المقولات الشعبية او الافكار الشعبية الموروثة في تراثنا بشكل عام اذا كان في السعيد او في الفلاحين او في اي محافظة من المحافظات حتى عندنا في مصر قد ايه كانت مؤسرة وقد ايه ما زالت على فكرة مؤسرا احيانا حدرتك اشارتي لده في الرواية ايما على فكرة الغيبيات والخرافات والتفاصيل المعتقدات الشعبية ازاي بتأثر في الشخصيات يمكن احيانا حتى في مرحلة معينة كانت هذه العادات والتقاليد والمعتقدات بتبقى اكثر تأثيرا من الدين نفسه ايو ايو جميلة نتكلم شوية عن جميلة جميلة هي بنت عام البطلة لا هي يعني بنت الخادم في العائلة لكن بتدحول الى جزء من العائلة من خلال زواج امها من احد الاشخاص الاساسيين تأثيرها في الرواية حكايتها في الرواية تأثيرها على سلمة اللي هي بطلة الرواية حدرتك كمان قشرتي لده احكينا شوية عنها او انا مش عايزة يعني احكي الرواية لكن هي كأنها مرآة سلمة بتشوف فيها نفسها بتشوف فيها انجازاتها بتشوف اللي حققته اجميلة واللي هي ما حققتوش يعني كان عندي طموح خلال الكتابة ان انا اكتب عن صداقة صداقة بين بنتين شخصيتين من الطفولة لحد الشباب وازاي العلاقات بين النساء ممكن تكون معقدة تماما يعني فيها الحب والقراهية الغيرة والتعاطف يعني من خلال شخصية جميلة فكأن جميلة هي وجهة اخر لشخصية سلمة او الوجهة الليزي تمنت سلمة ان تكون ولم تستطع ان تكون علي والأب حضرتك كمان اشارتي لدور الأب عايزة اتكلم عن دور الأب في الرواية واللي حضرتك اشارتي اليه وعايزة اسمع من وجهة نصر حضرتك ككاتبة مهتمة جدا بقضايا المرأة دايما بتكتبي عن مشاكل المرأة ايه تأثير الأب على البنت من صغرها بوجوده او بغيابه ممكن يكون ليه تأثير على تكونها وشخصيتها فيما بعد نتكلم الأول عن الأب في الرواية في الرواية شخصية رشيد هو أبو سلمة هو شخصية محورية لأن أزمة سلمة بتبدأ او بتتصاعد من خلال وفاة الأب بعد مرض وهي بعد وفاةه بترجع بتحاول ان هي بتبقى كأنها في أزمة في حالة غير مستقرة نفسيا وبتبدأ تدور في الأوراق الخاصة بيه وبتشوف أسراره وأسرار العائلة من خلال هذه الأوراق لكن هي متعلقة بيه جدا وكأنه هو الشخصية المحورية المشكلة لشخصيتها والحياتها كانت تأثرة بيه جدا بيه جدا بس هي شايفة بطريقة موضوعية إلى درجة كبيرة يعني شايفة الجانب النزق والمشاكس والغير تقليدي في شخصيته وبتحاول تفهم نفسها وتفهم العائلة وأسرارها كلها من خلال شخصية هذا الأب الأب في رواياتي أنا لاحظت حاجة يمكن في كتير من الروايات الأب حاضر عبر الغياب يعني ممكن يكون الأب متوفي أو مش موجود أو هاجر للأسرة الحاضر الغائب لكن طول الوقت بيبقى تأثيره كبير جدا خاصة في وراء الفردوس بحضوره أو بغيابه صحيح صحيح يعني في معظم الروايات لاحظت بدون مقصد حتى أحيان كتير بيبقى حاضر بقوة عبر هذا الغياب أهلا كون الأبهات تعرف قد إيه تأثيرها بيكون على البنت اللي بتتشكل بعد كده بتشكل تكوينها عشان تكون امرأة وعلى شان تكون أم وعلى شان تكون زوجة لأنه حقيقي يمكن مع كل الاحترام والتقدير بس أحيانا غياب الأب أو أحيانا تأثير الأب بيبقى للأسف في شكل سلبي أحيانا ويمكن هو كأب ما بيبقاش مدرك ده في الحياة بقى الحياة بشكل عام بحضرات الكاتبة برضو نسائية أكيد بتلمسي المشاكل اللي ممكن تكون بتواجه أي بنت أو أي ست من خلال كتاباتك من خلال اطلعاتك شايف قد إيه أهمية الأب في وجود البنت ممكن يكون ليه أثر كبير أيا ما كان بسلب أو بالإجاب في تكوين شخصيتها كمرأة بعد كده أو كزوجة بعد كده أو كأم بعد كده يعني أنا هقولك هو عموما القادرين إن هما يطلعوا شخصيات سوية وشخصيات قوية جدا هما الأقرب لهذه الشخصيات الأب والأم والعائلة عموما لو لاحظنا من خلال الكلام مع أطباء النفسيين مثلا أو المعالجين النفسيين إن معظم اللي بيترددوا على هذه العيادات من أجل العلاج بتبقى المشكلة بدقة من الطفولة المشكلة بدقة من مشكلات مع الأب أو مع الأم يا خيال الأب يا وفاة الأب يا بالزبط أو أحيانا بيبقى تعامل عنيف شوية حتى لو الأب بيبقى شايف إنه هو الصالح الأبناء لكن أظن إن إحنا في جيل وفي وقت المفروض يبقى فيه وعي كبير جدا بدور من كل أب ومن كل أم إزاي إن هما يساهموا في تربية أطفال أسوياء لأن فترة الطفولة هي محددة جدا للشخص بعد كده حقيقة يا إما بتخليه شخص قوي قادر يتعامل حتى قادر يتحمل مسؤولية أخطائه حقيقة وإلا بتخليه شخص متخازل أو شخص معقد أو شخص حاسس طول الوقت إنه ضحية وممكن يكون إحساس مستحق لأنه تعرض لبعض التعامل العنيف مثلا في الطفولة فعشان كده بيبقى فيه دور كبير جدا على العائلة وعلى الأب والأم في التنشيئة